هؤلاء المساجين أمالاً كبيراً في الاستفادة من الإفراج وتقليص مدة العقوبة هم اليوم يأملون في الولوج إلى مقاعد الجامعة وتوديع القذبان راعدنا لهنا مكتبة ونراجعوا الريفيزيو كانوا أسيد الذج يحضروا معنا ويقرروا لنا والحمد لله إن شاء الله نوم أمورنا واجدين بالنسبة كبيرة إن شاء الله ما نسيجي ما هو شي سمع سيجي لي سعيب بزف سيجي نوم أمورنا في متنوقع الجامعة إن شاء الله إن شاء الله ننجحوا إن شاء الله وتحصلوا الشهادة كل عام العدد النزلاء يزيد يعني كينا إرادة كبيرة كل عام كينا نزلاء يزيدوا يسجلوا ورحم أنا عندي خمس سنين خبرة في هذا المركز رانين أطر إتباة المستوى أطر الباكالوريان أطر التعليم المتوسط والله ستقوني نخدم في دروف جدو حسنا فالمؤسسات العقابية الجزائرية التي شهدت جملة من الإصلاحات الجذرية خلال السنوات الأخيرة أضحت تسجل نسب نجاح عالية في نتائج مختلف الامتحانات النهائية النسب كانت دائما حوالي 42-43 فنتمنى أن هذه السنة إن شاء الله بأن التحذيرات كانت أحسن أن تزداد هذه النسبة على السنة المعالية إن شاء الله وراء كل سجين قصة أليمة يرويها لكن الطموح في الحصول على شهادة الباكالوريا قد يقلب المعادلة رأسا على عقب حظ موافق لجميعية تلميذة بتوفيق إن شاء الله إلى شان صحي الآن حيث لا يزال شخص مصاب فيروس كورونا بإتيبازة تحت المراقبة الطبية بمستشفى القليعة وإلي إتيبازة حيث أكدت المسؤولة عن قسم الأمراض المعضية لتلفزيون النهار أن حالة المريض في تحسن مستمر ولا تدعو للقلق التفاصيل في ميكروفون أحمد محمودي المريض استفاد من تشخيص خاص بالفيروس تم إرساله للمخبر المختص أين تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا من طرف معهد باستور حالته الصحية تعرف تحسنا ملحوظا وهو دائما تحت المراقبة الطبية نحن مجبرون على وضع المريض تحت المراقبة إلى غاية الاختفاء النهائي لكل أعراض المرض والوصول إلى الشفاء الكامل له وخروجه من المستشفى سيكون في حدود الخمس عشر يوما القادمة والآن نتعرف حول فيروس كورونا وكيفية الوقاية منها في موضوع بلال هرنون متلازمة الشرق الأوسط أو ما يعرف بفيروس كورونا تم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لأول مرة في جدة بالعربية السعودية شهر سبتمبر 2012 في عقاب وفاة رجل نتيجة ضيق حاد في التنفس وفشل كولوي وحسب آخر إحصائية نشرت من منظمة الصحة العالمية في 24 أفريل 2014 تم تشخيص 254 حالة مؤكدة في العالم في حين أعلنت وزارة الصحة السعودية وفات 157 شخصاً على أراضيها نتيجة انتشار الفيروس تؤدي الإصابة بفيروس كورونا في العادة إلى التهاب قناة التنفس وبأعراض مشابهة للإنفلوانزا ارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى حوالي 39 درجة انسداد الجيوب الأنفية وإفرازات مخاطية من الأنف يمكن لفيروس كورونا أن ينتقل نتيجة استنشاق الرذاذ التنفسي من المريض أو عن طريق الأسطح الملوثة التي يحتك بها المصاب بالعدوى يمكن الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس عبر الوسائل الآتية تجنب رذاذ المريض أثناء العطاس عدم ملسمة الأسطح الملوثة عدم استخدام الأغراض الشخصية للمريض مثل الوسادات غسل اليدين جيداً باستخدام الصابون ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المزدحمة تجنب مخالطة الشخص المصاب عن قرب لا يوجد علاج نوعي للفيروس وتعد الأدوية المستخدمة مساندة فقط وتهدف في الغالب إلى خفض درجة حرارة المريض مع استخدام وسائل للتنفس الاصطناعي في انتظار اللقاح تبقى الوقاية أفضل حل لتجنب هذا الفيروس نبقى في الشأن الصحي دائماً حيث وجه العدد من الأطباء عدة نصائح طبية لينصار المنتخب الوطني الرغمين في توجه إلى البرازيل لتشجيع أشبال النخب الوطني وحيد حلل السيج تقرير محمد شوقي عليك الانتقال إلى البرازيل لمشاهدة المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس العالم 2014 يفرض على المناصر الجزائري اتباع تعليمات صارمة خاصة وأن البرازيل تقع في منطقة استوائية لا تخلو من الأمراض والأوبئات القاتلة التلقيح ضد الحمى الصفراء هي واحدة من النصائح التي يوصي بها الدكاتير المشجعين الذين سيرافقون الخضر إلى البرازيل خاصة وأن رفقاء تايدر سينتقلون إلى مدن داخلية كمدينة Pelo Horizonte Porto Alegre وكوريتيبة حيث يرتفع عامل خطورة الحمى الصفراء حمى نازفية حادة تحدث بسبب فيروس فهي تسري عن طريق البعوض الحامل له والمنتشر بكثرة بالمدن الداخلية الحصول على نصائح طبية وتناول أقراص مضادة للمالاريا والتطعيم في المراكز المتخصصة هي من الأولويات الواجب على المناصر اتباعها إلى موضوع آخر الآن حيث كشف وزير والعادل حافظ والأختمة طيب لوحة كشف بأن قضية عبد المؤمن خليفة تشسير بشكل عادل حيث سيحكم المتهم عبد المؤمن خليفة في جلسة علنية بعد الانتهاء من الإجراءات التفاصيل في ميكروفون عادل زيدية ما هو متعارف عليه أن كل القضايا التي هي متروحة على القضاء ووفقا للإجراءات وقانون الإجراءات الجزائية قانون الساري المفعول أنها تنتهي بمحاكمة علنية وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجزائي أما بخصوص قضية تب حالين فأكد طيب لوح خلال تقديم مخطط عمل الحكومة بالبرلمان أن القضاء الجزائري والفرنسي يتعونان فيما بينهما حيث لا يوجد أي خلاف في هذه القضية إلى غاية الوصول إلى الحل النهائي هذا الملف هو محل تحقيق في الجزائر وأكد على ذلك ومحل تحقيق في فرنسا إذن لا يوجد أي شيء أو خلاف في هذا الشهر فتعاون موجود بين السلطات القضائية الجزائرية والسلطات القضائية الخرص إلى شأن سياسي الآن حيث انطلقت اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية انطلقت المشاورات السياسية حول مشروع مراجعة الدستور والتي يقودها وزير الدولة ومدير ديوان برئاسة الجمهورية سيد أحمد أويحيا مع الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات وكفاءات أخرى حسب ما أكدته وسائل إعلام عمومية وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس أول ضيفة يلتقي به أحمد أويحيا واجه الوزير الأول عبد الملك سلال اليوم نواب من خلال تقديم مخطط عمل حكومته حيث كشف عن العديد من الإجراءات الجديدة نكتشفها مع محمود حيمر شهدت قمة البرلمان إنزال قوي لنواب الموالات والمعارضة أين عرض الوزير الأول عبد الملك سلال مخطط عمل حكومته المثير للجدل وبلغة الأرقام استعرض سلال ما يشبه حصلة حكم بوتفليقة الوزير الأول غزل نواب المعارضة الذين تراجعوا في آخر لحظة عن خيار مقاطعة الجلسة حيث كشف عن إجراءات جديدة ضمن برنامجه ستدخل حيز التنفيذ على غرار قرار رفع القيود عن حركة تنقل المستفيدين من تدابير مثاق المصالحة الوطنية سلال وخلال عرض مخطط عمل حكومته اعتبر أن المحرقة التي تعد شريان الاقتصاد الوطنية في طريقها للزوار في أفاق 2030 مؤكدا أن استغلال الغاز السخري خيار لا تراجع عنه لأن لا مقرأ من استغلال من الغاز السخري وفي انتظار رد الوزير الأول عن تدخلات نواب البرلمان يكون سلال قد كسب الجولة الأولى في طريق الحصول على ثقة نواب البرلمان يوم الخميس أكد كاتب الدولة الأمريكية ياطاق أرنست مونيزا اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عقب لقائه مع وزير ياطاق يوسف يوسفي أكد بأن الشركات الأمريكية مهتمة بسوق الجزائرية لأنها تتمتع بخبرة في مجال استغلال الغاز والنفط السخريين والتي سمحت بضمان استقلال طاقوي وفد وزير وطاق الجزائر بصدد تقييم هتين الطاقتين وتسعى لتحديد نوعية الصغر لدراسة مدى تاتيره على البيئة وحسب يوسفي فإنما يكتب حول أخطار تلوث الناجم عن استغلال الغاز السخري مبالغ فيه ومن الأمر الحيوي بالنسبة لنا استغلال كافة الموارد الممكنة من أجل تحقيق الأمن التقوية هذا وكان رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة قد استقبل اليوم الأحد كاتب الدولة الأمريكية ياطاق أرنست مونيز بحضور وزير الطاقة يوسف يوسفي ولتذكير فتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ضيفة شرف طبع 47 لمعرضي الجزائر الدولية إلى موضوع آخر حيث يحتفظ العام عبدالقدر بذكريات لا تنسى عن فترة أدائه الخدمة الوطنية تجربة كان لها أثر إيجابي في تنمية حسه بالمسؤولية والمواطنة نتبع التفاصيل مع يوسف نكاح أربعون سنة مرت منذ أن تخرج عم عبدالقدر من الثكنة العسكرية بعد أن أدى واجب الخدمة الوطنية لمدة 24 شهراً متنقلاً بين عدة فكنات ها هو اليوم يروي لنا بتأثر كبير ذكرياته ويحدثنا عن التجربة الفريدة التي قضاها رفقة منتسبية الجيش الوطني الشعبي أتذكر كل شيء تدريبات العقوبات لاستعجل اللي درناه مثل نعطيك مثال بسيط لا يزال عم عبدالقدر يحتفظ ببعض الصور التذكارية من أيام الخدمة الوطنية ويسرد بفخر كبير كيف تلقى تربية عسكرية ساعدته في تحقيق ذاته وتكوين أسرة حب الوطن إيمان وخدمته من المقدسات التي يدعو عم عبدالقادر في صلواته أن تحافظ عليه الأجيال الصاعدة هذا ويعد أداءه الخدمة الوطنية منذ سنوات الأولى للاستقلال بمثابة واجب شرف ومفخرة لكل العائلات الجزائرية يوسف نكاح ثانية بعد أن رعته وسهرت عليه ثمان عشرة سنة كاملة ها هي السيدة نسيبة تقنع ابنها الشاب بضرورة أداء واجب الخدمة الوطنية رغبتها الملحة في أن يتلقى ابنها تربية وتكوينا عسكريين فاقت خوفها عليها كونه وحيدها الذي لا تملك سواه أمين الذي لم يسبق له أن فارق بيته العائلي ينترقب يوميا وصول الأمر بمهمة رفقة أصدقائه ليلتحق دو كان قاعد نحكول للغضابل لحقان ساقتاناج شغل مدى بينا شغل جوزو السيرويس ميليتر برميار ما توليد كلا لاروحك دوزياما عراجل كوون نفسك وطنك عراجل ويا صح تخاف شغل تبعد على درك ومتبعد على أمك ما شغل أنتك كان هناك كونتاكت مع الفامي والأخرى هو أنتك تبعد على الناس الدور التوعوي الذي تلعبه الأسرة في تنشئة أطفال الجزائر على حب الوطن وغرس الروح الوطنية في نفسهم من شأنه أن يكون سدا منيعا أمام أي محاولات لنسف عقيدة تعلق شباب هذه الأرض الطاهرة المسقية بدماء الشهداء بهدف تعزيز صفوف الجيش الوطني الشعبي بضباط وأعوان دارك أعلنت قيادة الدرك الوطني خفض السن الأقصى للتجنيد تقرير ابتسام بوسلامة اتخذت قيادة الدرك الوطني إجراءات جديدة تتعلق بتجنيد أعوان وضباط الدرك الوطنية وأهم مميز هذه الإجراءات تخفض السن الأقصى للتجنيد إلى 22 سنة بعدما كان 23 سنة السن بالنسبة للحائزين طلاب الحائزين على شهد الليسونس حسب نظام ألمدي أقصى سن مسموح به الاتحاق بالدرك الوطني هو 22 سنة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 بالنسبة لضباط الصف فالسن هو ما بين 18 إلى 23 سنة كأقصى حد الشهادة لا أقل من شهادة الباكالوريا تخفض السن التجنيد يعزز المؤسسة العسكرية بالعنصر البشري المؤهلة ويكفل تغطية أمنية واسع عبر القطر الوطنية الهدف من وراء التجنيد في كل مؤسسة أمنية أو في المؤسسة العسكرية ككل هو تعزيز المؤسسة بالعنصر البشري الكف المؤهل المكون للقيام بمهامه على أكمل وجه عبر كامل التراب الوطني وكذلك من أجل يعني كجانب خاص جلب العنصر البشري المؤهل في بعض الاختصاصات يعني اللي نحتاجها في تنفيذ مهمنا ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة أن تدفع الشباب للإندماج في صفوف الدرك الوطني والمشاركة في الحفاظ على أمن الوطني والمواطن إلى شأن دولي الآن وبعد أن دعو تنظيم القاعدة ليبينا إلى القتال ضد قوة لواء المتقاعد خليفة حفتر ألغت تونس اجتماعا لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي والذي كان مخصصا لدراسة الأوضاع الأمني المتدهورة بليبيا تفاصيل مع كريم علي لوشا في آخر تطورات الوضع الأمني بليبيا دعا ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الليبيين لما أسماه قتال اللواء المتقاعد خليفة حفتر واصفا إياه بعدو الإسلام بيان ما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أعلن الحرب على الجنرال خليفة حفتر الذي يقود عمليات عسكرية في مناطق عدة من الطراب الليبي خاصة ببنغازي ودرنة ضد ميليشيات متطرفة مقربة من تنظيم القاعدة بيان تنظيم القاعدة أكد وجود دعم مصري خليجي وأمريكي لقوات حفتر واصفا عملية الكرامة بالحرب الصليبية وكان المدعو محمد الزهاوي زعيم تنظيم أنصار الشريعة بليبيا حليف القاعدة توعد بفتح أبواب الجحيم في المنطقة برمتها خليفة حفتر وفي بيان الله الأحد بقي وفيا لخطابه متوعدا من أسمهم بالمتطرفين بالتصفية وبالمقابل أعلنت الخارجية التونسية في قرار مفاجئ تأجيل الاجتماع الذي كان من المزمع أن يجمع وزراء خارجية دول المغرب العربي للتباحث حول الأزمة الليبية وانعكاساتها على دول الجوار على خلفية تواجد الحكومة الليبية برأسين حكومة أحمد معيتيقة وأخرى موازية بقيادة عبدالله الثني ليبقى التساؤل المطروحة إلى أين تتجه ليبيا ويبدو بأن بوادر الأزمة في سوريا انعكست حتى على الدول الأوروبية التي دعمت المعارضة السورية وزودتها بالأسلحة التفاصيل مع كريم عليلوش أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات الأمنية الفرنسية مع المشتبه به في حادثة إطلاق النار بالمتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل أن المشتبه به كان متواجدا بالأراضي السورية لمدة تزيد عن السنة وهو شاب فرنسي ذو أصول مغاربية اسمه مهدي نموش ألقي القبض عليه بمدينة مرسيليا الجمعة حيث كان عائدة من أمستردام عبر بروكسل حسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية كما عثر بحوزة المشتبه به على سلاح كلاشينكوف ومسدس الذين استخدمهما في اعتداء بروكسل وفي حال ثبوت هذه التحقيقات يكون الفرنسي مهدي نموش والذي كان في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام حسب وسائل إعلام فرنسية أول شاب أوروبي قاتل بالأراضي السورية يقوم بعملية على الأراضي الأوروبية تدخل ضمن جندة التنظيمات الجهادية بروكسل وفي العديد من المناسبات لم تتوانى في الإفساح عن مساعدتها للمعارضة السورية بالسلاح دعم حدن منه الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق حين أكد أن الدول الداعم للإرهاب ستكوى بنيرانه صحيفة الاندبوندنت البريطانية بدورها كشفت عن تحذيرات من انتربول وصلت لندن بشأن تزايد احتمالات تعرضها لعمليات إرهابية بعد عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم كما أوضح تقرير الشرطة الدولية أن المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا في قائمة تهديدات الإرهابيين للدول الأوروبية والآن نصل بكم إلى الإطلال دوليا والبداية من الحدود الليبية المصرية حيث أعلن الجيش المصري مقتل ضابط وخمسة من جنوده في هجوم شنه خارجون على القانون غربي مصر وقال الجيش إن الضابط والجنود يتبعون قوات حرص الحدود تم قتلهم في منطقة جبلية بالوحاط على حدود مصر الغربية مع ليبيا منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ثلاثة وزراء في حكومة الوثاق الفلسطينية العبورة من قطاع غزة إلى رمالة للمشاركة في مرسيم إعلان الحكومة وعداء القسم المقرر يتم غدا لاثنين في موقف يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلية توصل لاتفاق مع فلسطينيين يأتي هذا في وقت دعا فيه بن يامين نتنياهو رئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلية لمجتمع الدولي لعدم الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية أكد رئيس اللجنة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 43 سفارة للجمهورية العربية السورية في الخارج تجاوزت نسبة التصويت بها 95% من الذين سجلوا أنفسهم في القوائم والنوائح الانتخابية في السفارات السورية أبدأ جيم بويس نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم استعدادا للتصويت مجددا لاختيار مظيفا آخر لكاس العالم 2022 بدلا من قطر في حال ثبوت صحة مزاعم الفساد جاء هذا بعدما أوردت صحيفة ساندي تاينز البريطانية أن مسؤولين في الاتحاد الدولي حصلوا على مبالغ مالية تقدر بملايين دولارات مقابل تأييد طلب قطر استضافة البطولة الدولية عودة إلى أخبارنا الوطنية حيث يختلف استقبال الجزاليين لليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح حجوان من كل سنة ففي الوقت الذي يقضي فيه أطفال يومهم في اللعب والتنزه هناك من يحرم من ذلك حتى في مثل هذا اليوم فرس شايب التقى ببعض الأطفال وأعد تالي في المطاعم أو في الأسواق قصر يزاحمون الكبار في العمل ظاهرة تحولت من عمل غير شرعي حسب المواثيق الدولية إلى عمل مرحب به وعلنية بل وحتى بتشجيع من الأولياء هذا وجه لإحتفال الطفولة بعيدها بينما هناك عائلات اختارت أماكن اللعب والتسلية وجهة لأبنائها وبين طفل يعمل في عيده وطفل يحتفل به لا يتذكر المجتمع الأطفال إلا في هذا اليوم منسيون طيلة السنة في ظل تنص لكل مؤسسة من تحمل مسؤولياتها وفي ذاتي الموضوع دائما ففي الوقت الذي يتضع فيها دول المتقدمة الطفولة على رأس اهتماماتها لا يجد أطفال بعض دول المتخلفة أبسط شروطي الحياة الكريمة تفاصيل مع وليد زحاف يحتفل العالم في الفاتح جوان من كل سنة باليوم العالمي للطفولة في ظل مفاراقات كبيرة بين الأمن والحرب الجوع والطرف يحتفل العالم بهذا اليوم وأكثر من مليون تفل سوري لاجئ في مخيمات الزعتري مشردين بعيدا عن مساكنهم التي فقدوها جراء الحرب التي طالتهم وتطالهم حتى اللحظة أطفال فلسطين وخاصة أطفال قطاع غزة ما زالوا يتعرضون لعدوان إسرائيلي يزيد كل يوم من عداد الشهداء والجرح الأطفال وتشير صورهم التي تقشعر لها الأبدان إلى فضاعة الجرائم والمجازر التي ترتكب بحقهم يحتفل العالم بهذا اليوم وأكثر من 87% من أطفال العالم الثالث يعيشون تحت وقع الأمراض الفتاكة جراء غياب الرعاية الصحية وبالنسبة للتعليم فإن غالبية أطفال دول الجنوب لا يحصلون على التعليم المناسب مما يدفعهم لترك التعليم والبحث عن مصادر عيشة أخرى شتان بين عالم يعيش فيه الأطفال على وقع الخروب والحرمان والعنف والتهجير واللجوء وعالم آخر فيه أطفال ينظرون للحياة نظرة أمل في أمان واستقرار ونبقى مع موضوع الأطفال دائما حيث لا يزال تخوف من تثير السلبي لاستخدام الأنترنات على الأطفال وانعكاسه على التحصيل العلمي وتكوين شخصيتهم رغم ما للإنترنات من فوائد إكرام طيبوي والتفاصيل أصبحت الأنترنات جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية واستعمالها لا يقتصر على فئة عمرية بعينها فالأطفال والمراهقون يقضون ساعات طويلة أمام صفحات الأنترنات وشبكات التواصل الاجتماعي إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الأنترنات ذو تأثيرة سلبية على سلوكياتهم ومشوارهم الدراسي وحتى صحتهم الآن هناك دور كبير يجب أن يقوم به الأولياء والمعلمين النوادي والإعلام يجب أن يكون حصص بشنبينه ما هي الاستعمالات السيئة التي يمكن أن تضرب الأخلاق طاعة التفل وممكن أن تضرب الصحة تاهم حتى قضية في العالم دائرين حصص كيفاش الطفل يتعامل مع اللوحة هذه حتى الجلسة كيفاش يجلس كيفاش يقابل الشاشة كيفاش يجب أن يخذ مراحلها ويريح باش يرتاح البصر التاع وغيرها لا شك أن لشبكة الأنترنت فوائد جمع لكن في المقابل لا أضرار قد تؤذي الطفلة والمراهق الأمر الذي يستدعي رقابة الأهل وتوعيتهم إلى أحوالي الطقس الآن حيث أكدت المكلفة بالإعلام والإتصال على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية هواري برغطة أكدت على أن الجزائر تجهد ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم غدا الأثنين تقلبا جويا مصحوبا بأمطار رعدية قد تتعدى أربعين مليمتر في كل من العاصمة بمرداز غليزان وكذلك ولايتين تيارت وتسمسيلت إذن هذا الإتراب الجوي يعني تمكن من بعث نشرة جوية خاصة تخص بأمطار قد تكون معتبرا محليا وقد تتعدى الأربعين مليمترا على المدن الشمالية للوطن إذن المناطق التي يخصها هذا النشرية الخاصة هي المناطق التي تمتد من غليزان مرورا بتيارت تسمسيلت أيضا بالجلفة بالبويرة بالمدية تيزي وزو أيضا يخصها هذا الإتراب الجوي لجزاء العاصمة بمرداز وهذا ابتداء من يوم الأحد في الظاهرة إلى غاية يوم الأثنين في الظاهرة أيضا كما أضافت المكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية هورية بالرغطة بأن هذا التقلب الجوي سيؤدي لانخفاض درجات الحرارة بحيث لا تتعدى العشرين درجة بأغلب المناطق الشمالية في حين سيتحسن الطقس التدريجي ابتداء من يوم الثلاثة هذا الإتراب الجوي أيضا كان مرفوقا بانخفاض في درجة الحرارة القصوى إذ لا تتعدى العشرين درجة على أغلب المناطق الشمالية للوطن بالنسبة لتحسن الطقس والعودة إلى الأجواء المستقرة هي متوقعة إن شاء الله تدريجيا يوم الثلاثة وقد يعود الاستقرار شامل لكل تراب الوطني ابتداء من يوم الأربعة إلى يوم الخامس وتتوقع مصاح الأرصاد الجوية أكثر من ذلك رجوعا إلى درجات الحرارة القصوى التي قد تتعدى الـ 31 درجة مئوية على المناطق الداخلية الغربية نختم الحصاد بخبر وفاة الفنانة نورا فقد فقدت الساحة الفنية الجزائرية واحدة من أكبر الأصوات على الصعيد المغاربي بعد سراع مع مرض العجزة الكلوي دام لسنوات هذا وقد توفيت الفنانة نورا عن عمر النهزة 72 سنة بأحد المستشفيات الباريسية ورق في الموضوع مع زهدة ثابتة افتقدت الساحة الفنية الجزائرية أول مغنية مغاربية تحصلت على القرص الذهبي في بداية السبعينية بعد سراع مرير مع المرض العجزي الكلوي دام لسنوات إنها المطربة نورا صاحبت 72 سنة المطربة نورا توفيت مساء لحد بمستشفى باريس حيث كانت تعالج منذ سنوات وكانت صاحبة إياناس آماهو وزوجة الموسيقار كامال حمادي قد دخلت المستشفى منذ 15 يوما في حالة صحية حرجة وكانت فاطمة الزهرة باجي المعروفة باسمها الفني نورا أول مطربة دخلت علامة نجومية بفضل تطرقها في أغانيها إلى مواضعتهم الجزائريين لأسيام الغربة مع المنفي والحب مع هو هو فضلا عن أدائها لأغاني من الفولكلور الجزائرية عانت المطربة نورا في السنوات الأخيرة من التهميش إلا أن الجمعية فنية تكفلت بتنظيم حفل لتكريبها في مارس 2012 بالجزائر العاصمة على شرف الفنانة التي يفوق رصيدها 500 أغنية باللغتين العربية والقبائلية وحتى الفرنسية رحم الله الفقدة إنه لله وإنه إليه راجع والآن إليكم عدى لعنويني الحصد انطلاقوا امتحانة شهادة البكالوريا عبر كامل التراب الوطني وارتياح كبير وسط المترشحين في اليوم الأول الجزائر مهددة بنضب النفط بعد 16 سنوات نالكسلال يؤكد بأن خيار اللجوء إلى الغازي السخري لا رجعت فيها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يعلن الحرب على جنرال حفتر بليبيا وترك الوطني يخفض سنة تجنيد للالتحاق بصفوفه وفي حوالي التقس توصل التقلب الجوي مع انخفاض محسوس في دراجة الحرارة إلى غاية مسائية الإثناء ختم الحصاد شكرا لكم والسلام عليكم في أمان الله